من كنوز الأسئلة اللي وصلتني من حضراتكم عبدالله بيقول لي إزاي أوازن بين المسئوليات اللي أنا تعبت منها وما بين رحتي النفسية بص يا سيدي عبدالله الثواب والنفسية والترفيه تلت نقاط نصحنا بيهم مشايخنا ونصحنا بيهم أسدفتنا في العلوم الإنسانية عشان الواحد يعرف يشيل الشيلة بتاعته حتى لو تقلت عليه في مراحل معينة من حياته سؤالك إزاي أوازن ما بين المسئوليات المرهقة وما بين رحتي النفسية أول حاجة عايز أفكر حضرتك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول عجب ربك من أقوام يدخلون الجنة في السلاسل الثواب ساعات بعضنا في مراحل معينة من حياته بيبقى منهج منهج بسبب إيه؟ إنه محمل بمجموعة مسئوليات متفرقة لا يستطيع أن يتخاذل أو يتراجع عنها زي واحد في مرحلة من حياته مسئول عن بيت مثلا مراته وعياله أو لو هي ست جوزها وعيالها ومسئول عن شغله أو شغلها لو هي ست ولازم يؤدي فيه بكفاءة في ظل التنافسية الرهيبة اللي موجودة دلوقتي ويكون والده والدته لسه عايشين وفي سن كبير ومطلوب إن هو يخدمهم وبانتظام كمان ما نساش أبدا السؤال بتاع الراجل الكبير اللي عدى الستين اللي والده كاسر أواخر التمانين لما والده بيحتاج يخش الحمام يتشال أو يروح في حتة يتشال ومن كتر ما هو مش قادر يشيله ساعة بيقع منه فبيسأل هل أنا آثم ولا لأ لو حصل حاجة زي كده شوف المسئولية وشوف الرغبة في تحمل المسئولية وشوف ثقة للمسئولية عليه بعد السن ده كله فساعات الواحد في وقت معين كانت تبقى مربوطة في رقابته سلاسل ممكن تبقى مرهقة لكن أقولك على حاجة تثنى فيها الأعمار وتثقل فيها الموازين فاكر الحديث اللي انت حفظه لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه مرحلة دي من عمرك سواء كنت شاب أو أكبر شوية لو كانت المسئوليات ثقيلة جدا جدا انت ربنا بيستثمر لك عمرك في ثقة الميزانك ومش باش سيثقة الميزانك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كانت مسئولياته كتير قوي انت بتاخد جزء من الميراث المحمدي الحياة الثرية بالمهام ولما تروح عند ربنا بعد عمر طويل ان شاء الله هتلاقي ناس كتير قوي بسبب تحملك للمسئولية بتدعيلك وتبعت لك أعمال صالحة وده يجبر بخطرك قوي قوي في أخرتك فكرك بحديث سيدنا علي بن أبي طالب أو دعاءه يوم ما قال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك بعد عمر طويل في سبيلك فانت ممكن تكون مش هقول مجبر بس انت ظروفك حطاك في انك انت عمرك كله في سبيل الله متنقل ما بين المسئوليات ودي حاجة ثرية جدا فده الثواب النفسية أقول لك على حاجة بيعلمونا بيعلمونا ازاي توصل لأعلى درجات الكفاءة في العمل مع أعلى درجات الرواءان وبيسموا الحاجات دي ساعات الإفشنسي الكفاءة انك انت تبقى عمال بتشتغل جامد جدا جدا وبالك رايق مش بحتاج تقطع شرايينك شان تخلص المسئوليات تحرك من هنا الهنا فاكر زمان الصحابة في غزوة الخندق لما عشر تلاف مقاتل الصحابة كانوا تسعمية الف وممتين حاجة زي كده فلعشر تلاف مقاتل جايين يغزوا المدينة فلازم يحفروا الخندق خندق ده كان بطول المدينة يمكن قريته انه كان ثلاثة كيلو ومش عمقه كان متر وعرضه كان متر وارضه المدينة صخرية صعب جدا شاقة جدا وهم بيحفروا كانوا بيعملوا ايه بيغنوا شعر اللهم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا واحد بقى ايه مثلا ما بيحبش الرواني قول ده وقته فاحنا عندنا حرب ممكن نتقتل والمدينة تجتاح من العشر تلاف مقاتل وبتغنوا ايوه ده سدنا نبي كان معاهم اللهم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا إن الأولى الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا والنبي يبقى في وسط الخندق بيشيلوا التراب ويقول أبينا أبينا صلى الله عليه وسلم فكانوا بيتعلموا زي عرف البنة زمانه هو بيعمل يبني وبيغني فحاول إنك أنت يعني الشيلة اللي عليك تفك تقيلة روّق بالك وقدم ذكر ربنا ويعني إيه وإن شاء الله بمجهودك ربنا هيمدك وتتيسر فحاول تدير المسئوليات دي بروآن على قد ما تقدر عشان كده عايز أقترح عليك النقطة التالتة بعد الثواب والنفسية الترفيه ممكن ما تبخلش على نفسك في وسط مسئولياتك الكبيرة إنك تدلع نفسك بأبسط التكاليف فكر بس في الموضوعات من أول منك أنت تتمشى ما تبخلش على نفسك بنص ساعة ماشي كل يوم ولا كل يومين تتمشى كده وإنت يعني إيه بتشم شوية هوا في حتة زحمة في حتة جميلة قريب من بيتك في جنينة تلف حواليها بس أرجوك اسمع الكلام ده إحنا ثقافتنا العربية مش متعودة على الموضوع ده جرب الموضوع ده كده لوحدك أو مع حد بتحبه ما تبخلش على نفسك بكوباية قهوة كده تشربها وإنت قاعد متمزق كده صدقني إن لنفسك عليك حقا ولو عندك وفرة شوية في دخلك أنا مش عارف سائل يعني ظروفه المالية ايه اشترك في جم يكون كويس وروح كده تماشى فيه شوية على الآلات بتاع تماشى التريد ميل إلعب رياضة وانبسط الناس المتخصصين اللي بيقولك إزاي تصرف فلوسك يقولك ما تحرمش نفسك لو عندك وفرة خمسة في المية لعشرة في المية من مرتبك إنك كل شهر تكافئ نفسك عن الجد والاجتهاد اللي خلاك تحصل على المرتب ده فأنت بتاخد مثلا ألف جنيه وبيتك مثلا بيصرف بسيطة من التحويش ده تشكر نفسك وده من حق نفسك عليك ويديك منطقة إنك تكمل وستيفين كوفي في كتابه العادات السبع لأكثر الناس فعالية يقولك في العادة السبع شاربين دي سو يعني حاول إنك إنت دايما يبقى منشارك حاد حاول دايما تاخد فترات كده ترفى فيها عن نفسك عشان تعرف تستعيد قوتك في المسئوليات الكتيرة اللي عليك